اغتيال الولايات المتحدة قائدة فيلق القدس في الحرس التوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحجد الشعبية يشيب انقلاب المعادلات ويضع العراق على حفة الهاوية بحسب تحذيرات خبراء وسط توقعات بنشوب مواجهة مسلحة على الرغم من محاولات فرض سياسة الأمر الواقع ما بعد الأحداث الأخيرة من قبل قوى سياسية للمساك بمعادلة السلطة لكن تصور بأن هذا الموضوع لن يمر على اعتبار نساحات التظاهر قررت اختيار شخصية مستقلة بكابينة اختصاصيين يمكن أن تنقذ البلاد من المعادلة وأخطاء تلك المعادلة السابقة ويدل تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي على الساحة العراقية لتعقيدات الموقف العراقية لا سيما أن مجلس النواب سيكون أمام اختبار حقيقي غدا لم يمر به منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية وسط شكوك بالتوافق على تمرير قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد المرحلة المقبلة مرحلة صعبة ما لم يتم اختيار شخصية كفوء شجاعة يحاسب ويعاقب كل المسيديين الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الحال وبعدما بقيت طويلا في موقف المتفرج إزاء الانتفاضة الشعبية التي يشهدها العراق منذ ثلاثة أشهر لجأت واشنطن إلى الخيار العسكرية مستهدفة مباشرة سليماني الذي تعتقد أنه كان يشرف على المفاوضات لتشكيل حكومة عراقية جديدة تحفظ المصالح الإيرانية في محاولة لقلب المعادلة السياسية في البلاد فراس الدليم قناة الفلوجة بغداد